يملون البحث عن سبيل للوصول إلى السواحل الأوروبية مهما بعدت المسافة أو زادت عورة الطريق أكثر من 2600 مهاجر أنقذتهم البحرية الإيطالية في غضون 24 ساعة في عرض البحر الأبيض المتوسط بعدما قرروا خوض مغامرة عبوره على قوارب المهربين انطلاقا من الأراضي الليبية 14 قاربا مطاطيا بالإضافة إلى قارب أكبر اكتذت بنحو 2000 مهاجر أنقذوا قبل تساحل ليبيا في عملية تضافرت فيها جهود البحرية وخفر السواحل الإيطاليين إلى جانب منظمة أطباء بلا حدود وسفينة تابعة للبحرية الإيرلندية وفي عملية ثانية جرى انتشال أزيد من 600 مهاجر آخرين من قاربين في مياه مالطا في عملية شاركت فيها سفن مالطية وإيطالية فيما لم يعلن عن جنسيات من تم إنقاذهم ومنذ بدء العام الحالي وصل أكثر من 30 ألف مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر وهو عدد أقل بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 تقارير المنظمات الإنسانية تشير إلى أن الطريق البحري بين ليبيا وإيطاليا أصبح المسلك الرئيس لطالبي اللجوء في أوروبا بعد دخول الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ مخاوف الأوروبيين تتزايد من ارتفاع وطيرة تدفق اللاجئين مع تحسن الأحوال الجوية صيفا واستمرار الفوضى وغياب السلطات على طول السواحل الليبية ترجمة نانسي قنقر